بتطرق لهذا الموضوع رفقة حمزة عضو إذن في فرقة نجوم البوليدة يلتحق بنا عبر تقنية أسكايب صباح الخير حمزة صباح النور عليكم وصباح الخير عليكم المشاهدين الأفضل اللهم معنا في هذه الصباح الرائعة نهاركم مبروك عليكم حمزة مرجي رئيس فرقة النجوم للمسرح من مدينة ورود البوليدة أحييكم من تحية الإسلام سلام عليكم عليكم سلام حمزة إذن كما ذكرت نشاطات عدة أنتم اليوم تقدمونها للأطفال المتواجدين في البيوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما نوع من التوتر والقلق تعيشه هذه الفئة اليوم لأنها ليش متعودة على ظروف مثل هذه حدثنا أكثر على هذه النشاطات إذن بون هناك فرقة النجوم حابنا نحط كما نقول البصمة تانا كما نقول البشر اللي في الجزائر خاصة خاصة في الجزائر كما نقوله كان الأطباء حطوا بصمة تحوم كرجال الدار كرجال الشرطة كما نقولك الحماية المدنية كل الجمعيات كلهم حطوا بصمة تحوم إذن نحن كفرقة النجوم كممثلين من ولاية تبديدة خاصة خاصة الذكر بولاية تبديدة حابنا نحط البصمة تانا أساس هنا كممثلين خاصة في البيضان التهريج كمهرج أنا معروف بميزه نجوم على صديقي بادي نجوم حابنا ندو رسالة خاصة للصغار وكبار أنه حجر المنزل لهذا يوجب علينا ولازم نكون نحن معنا مشي لازم حتى نخرجوا للشارع باش رايحين نتلقوا هذا المشكل الوباء لغرض أننا رايحين حابين نفرحوه نقدروا حتى في المنزل نقدروا ننضحك ونفرحوه ونشاركوهم ونفرحاتهم خاصة أطفال متتبعي فرقة النجوم للمسرح على هذا حابنا ندرنا هذه المبادرات تحت شعار ريح في دارك بلا ما تنسى جارك خاصة كما قلوا في الوقت هذا اليوم لازم نتفكروا الجيران نتفكروا الجار اللي وصل عليها رسول عليه الصلاة والسلام خاصة بهذه الآوينة اللي الناس يمحتاجها بزاف لازم الحمد لله إنسان يكون خير عليه وبصحته والحمد لله لازم يتذكر جاره باش يدير أجر خاصة في هذه المرحلة تعيوا بأ كورونا وإن شاء الله نبقاش بزاف هي في تحسن إن شاء الله نبقاش بزاف ورح نزول هذا الوباء من الجزائر كامل ومن العالم كامل بإمنا رحنا إن شاء الله حمسة لو كانت تكلموا الآن على نوعية هذه النشاطات كيف يتم اختيار المواضيع وكذلك أعلم أنه تقومون بمجموعة من المسابقات لموجهة كذلك للأطفال نحن كما قلتنا نسبق ثلاثة ممثلين فكهيين حبينا نكونوا بطريقة فكهية أن نديروا رسالة ترفيهية ترعوية بالصغار والكبار بالمنازل كنا نديروا اللايف نديروا المباشر كما نحن كفرقة النجوم كنا نديروا كل يوم سبت من الساعة الخامسة كانوا كثير من العائلات ينتظروا ظهور على المباشر في الصفحة التي هي ميزو نجوم أو بادي نجوم كنا على المباشر ويشاركونا ويشاركونا التدخلات وكنا نديروا حتى مسابقات للكبار والصغار ورح يفوزوا بهدايا الهدايا تستلم لهم إن شاء الله بعد من تعفوا من هذا الوباة الكورونا إن شاء الله إذن دائما نبقى في قلب فكهي ولكن يكون توعوي للصغار والكبار كمسابقات كبيرة 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 كنا نديروها والحمد لله تلقت كما قلوا صادر ما شاء الله خاصة من عند العائلات والأمهات والكبار مش حتى الصغار والله كما الأسبوع هذا اللي فات درنا حصة خصيصا تميناها تحت عنوان أيام زمان فكرناهم في الرسومات من تحركات أبكري في الألعاب المباشرة نقدر نديروها والحمد لله تلقت صادر والتجاوب كبير من عند العائلات طيب هذا التفاعل بما أنك حمزانتا دائما في تواصل مع الأطفال تلمسوا كثيرا عند هذه الفئة يعني من كل ولايات الوطن أم هناك ربما بعد المناطق خصوصا تكلموا اليوم بما أنكم أنتم في ولاية البوليدة ماذا عن أطفال الولاية الحمد لله خاصة نقال يحب نوصلها جميع 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 أطفال خاصة الأطفال اللي رام في ولاية البوليدة والله العلي الحمد لله هم يتزمين بالحجر المنزلي ومتعدي في منازل تحم ورام يتبعوا زمي تحم ميزو أو فرقة النهجو ومتبعوها زيب الإضافة مش حتى في ولاية البوليدة رام كما أقول 48 ولاية كلهم 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 رام الحمد لله بالتزمين بالحجر المنزلي ورام يتابعوا فينا كما أقول لك على المباشر ورهم يمدلنا حتى الآراء تحم حتى بغة تدخلات والله العظيم كما أقول لها فائدة للجميع والحمد لله اللي رهم ما زالوا كما أقول وصبنا لهم حاجة ليش يشغلوا بالهم بها أنهم باش ما يبقوش قاعدين لأنه خاصة خاصة كما سبقوا قلتين تيا قلتين كلمة شبا أن الطفل يتعود على الأمور كما هذا حاجة منزلي أن الطفل لا يخرج من المنزل فعلا حاجة صعيف عليها بزاف ولكن الحمد لله نحن حبينا نشارك الطفل الفرحة بلا ما يخرج براء بلا ما يروح للمشكل بلا ما يتلقى بالوباء هذا يقعد كل منزل ونشارك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي والحمد لله بالنسبة للأطفال اللي شاركوا معكم دايما هذه النشاطات كيف تكون هل يكون عندهم تدخلات كذلك عبر الفيديوهات أو عن طريق مختلف التعليقات اللي يتركوها أثناء المباشر اللي تكونوا تقوموا به نحن بأندر لهم كما قلوا مسابقات متنوعة مسابقات الرأس مسابقات الأشغال يدوية وهذا الأسبوع لأنها مسابقات لمن لأحسن صورة لمن الصورة هذه تكون يجب في الصفحة التعليل ميزو نجوم يشوفوني الميناران ينشرط صورتهم كلهم يكونوا فرحاني خاصة الأباء وأنا اللي حبيتها بزف بزف في هذه المبادرة أنه الكبير تعلق بنا أكثر من صغير ولو كل يوم يبعثوا لي لسائل عبر الخاص يقولوا لي يسادك مميزو وقتها شو أقتش نشوفه لبناء وقتش نشوفه الروس وقتش نشوفه النتيجة وهذه كلها 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 فإذا تتعنى ومبتغى تتعنى أنه تكون راحة المواطن أو راحة متتبعية فرقة النجوم حتى هم منزلتهم ينشرطهم صحتهم وبعافية هذا كبير حتى أنه أحسن أحسن كثير كثير من مشاركة سيشاركهم على أكيد تكون صحتهم هي كل حاجة أكيد نحن نعلم أنه اليوم الدراسة توقفت لمدة طويلة طبعا جراء هذا الظروف وهذا الأزمة الصحية التي نمر بها في نفس الوقت السلطات أو الوصاية في المقابل أطلقت مجموعة من الدروس سواء عبر شاشات التلفاز أو حتى عبر الأنترنت أنتم اليوم دائما ونركز على نقطة بما أن تواصلكم يكون مع الأطفال هل تقدمون نصائح لهذا الفئة من أجل أن يغتنموا هذا الوقت وقت الحجر في المراجعة أكيد أكيد إحنا كيف ندروا اللايب عندنا برنامج كل اسم عندنا برنامج مسطر كما يكون هم في المنازل عندهم برنامج أنه اليوم يجب يقرأوا شوية يلعبوا شوية ننظموهم نحن عكاك وخاصة كما نقول نبازي وعليهم زف هي دراستهم لأنها أهم 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 حاجة في الحياة هي دراستهم لأنه لازمنا ندونهم نصائح باش يحافظ عن دراسته حتى هو بعيد عن مدرسته ما لازمش أنه يشوف للمشكل هذا الابتلاء هذا اللي يعطينا الله عز وجل حيكون عائق بالعكس أنت في المنزل تاعةك والحمد لله رب كل أمور هي مطورة إمكانية مطورة يقدر في المنزل تاعةه ويشوف الدروس تاعةه حتى يكون عنده اتصالات مع زمالته وحتى مع الأساتذة لماله حتى مع الأساتذة مع أنتها لازم أنك حتى أنت في المنزل تاعةك وفي الحجر المنزلي وما تسمحش الدراسة تاعةك لأنها أهم شيء قبل قليل حمزة قلت لك أنه ربما الطفل ما هو شمال في عيش هذا الظرف اللي أنا فيها الآن هل أنت لمست أنه يوجد بعض نوع من القلق وتوتر عند الأطفال من خلال هذا دائما النشاطات اللي تقوموا بها وتواصلك واتصالكم الدائم مع هذا الشريح أكيد تكتش فيها هناك ما قلت لك كان عندنا اللايف المباشرة هو يوم سبت ولكن قبل يوم سبت نتلقاه عدة رسائل حتى من عند الأطفال أو من عند الأباء يوصلون رسائل حتى الصوتيات على الأطفال مثلا عموميزو توحشناك أنا تقلقنا بزف دار زيدي لنا اللايف واحدة آخر عموميزو عموميزو فعلا فعلا هيتقلقوا الأطفال لأنهم كما قلت أنت مش موالفين بالأمر هذا مش غير يتقلقوا ولكن الوالدين رحين لازم يوقفوا في النقطة هذه وإحنا كما أقول لك كمحبوبين أطفال اللي حبونا بزف لازم ثاني تنديلوا شيء لألينا باش نحوزهم هذا القلق ونعوضو هذا القلق أمور أخرى مثلا الدراسة بالترفيه فيها أمور بزاف وإن شاء الله فيها أخير إن شاء الله مقاش اللي فات قد اللي فات الأمور يتتحسن والوابا أو ينقص على كمكان والوضحى يوم ينقص على كمكان إن شاء الله فيها أخير الجزائر إن شاء الله طيب نوبشير هو مرة في الأسبوع حمزة هكذا قتلي أنا عندي فرقة النجوم اللي هي ميزو نجوم وصديق عبادي نجوم عدنا كل يوم سبت يبتداء من الساعة الخامسة وبعض الأحيان إلى كمز عمام صراكة صارع ولو ما درناش بالسبت نعوضو لهم يوم آخر يعني ما تفكروش أنه يديروا يلو كان مرتين في الأسبوع مرتين إلى ثلاث مرات حبينا حبينا وزيد بالإضافة إحنا عنا تنسيق مع بعض المهرجين حتى في ولاية البريدة صدقنا بينجو وتمسين ومزوبير حتى في خارج كما يقول لك حتى ما يقدرونش يشوفو كل يوم ولكن الحمد لله أنا وعدتهم وعدتهم بعد الأسبوع هذا إن شاء الله ندير لهم مرتين إن شاء الله في الأسبوع مرة للكبار وللصغار كما الأسبوع لفهتمنا للكبار صبنا إقبال كبير 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 خاصة الكبار قالوا نفكرت في أيام زمان وحتى حتى نسينا الحجر الصحي هذا ينسينا بدينا قاعدين على أجل كانوا بأبار قالنا فرحنا ونساوروا وفعلا نشف دي في دي وبعتهم للأولية والله العليل العظيم غير كانوا ننوضوا ويلعبوا معنا خلص الشاشات كانوا نديرهم ألعب ويشاكوا معنا هذا والله كما نقول وشي جميل بزاف 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 يعني ممكن اليوم أن نشوف فرقة نجوم بليدة تنسق مع فرق أخرى في عديد ولايات الوطن لتعمل الفكرة على كل ربوع الوطن أكيد هي دي جاء نستقنا مع بعض المهرجين اللي نعرفهم بعض الفنانين خارج الولايات الديدة وكانوا نقبل كبير من عندهم وكانوا داروا مبادرات جد جد رائعا نشكرهم معك على المباشر نشكرهم بارك الله فيكم وهذا كله في ميزان حسنة إن شاء الله وبين قوسينا قلت بعض المهرجين كل ممثل واجب عليك واجب عليك توقف مع البراءة توقف مع الأطفال لأننا نساهمهم في تربية الطيف مشغل الوالدين نحن نساهمهم ربي وفقنا لكل خير إن شاء الله قبل الختم نقطة أخيرة حمزة أهم النصائح التي تقدمها اليوم لكل الأطفال وحتى كذلك بما أنه العائلات الأولية كذلك يتبعهم لأنه اليوم المسؤولية تقع على عاتق الأولياء بدرجة أولية نصائح التي تقدمها العائلة الجزائرية ككل أنا النصيح المدها من قلب كما نقول لك محبوب الجماهير ليوميز ونجوم العبد الضائف جاء أمامكم المدها للكبار ما الصغار ما نبدأش بالصغار بش مدها من الكبار وقلهم هذه النصيح من قلب إلى القلب حفظها لصحتكم وصحت عائلتكم وصحت جيرانكم كما نقول الصحة هذه مش نحفظها لها أنها لازم غيرها حتى نغسلوا الدينة وكذا هذه الصحة لا بالعكس حتى كن صحة العقلية هي أصدر أصدر صحة إذا كان صحة العقلية وكانت كينة راحة للبال ما انتهى الصحة البدنية ستكون كينة كيفاش هذا ستكون لازم يقفوا مع أولادهم يقفوا مع صحتهم يلتهاوا كما نقول يشغلوا للوقت السعراء بتاحهم عوضا ما يكونوا الأطفال مثلا يتقلقوا من حقه يتقلق طفلي أنه مش مؤلف أمور ما يشبه مع هذا بش يكون هذه الشيء إن شاء الله يكون إيجابي والله عز وجل يدروا يبتلاء ولكن راح ننال وبعد هذا بعد هذه كورونا يحيطوا لحكايات يقولوا سبحان الله شوف الأيام الحجر الصحي شوش تعلمنا شوش تفيدنا شوف وخاصة 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 الأباء أنا أقول خاصة الأباء ونشكر الأمهات ليراهم يحرصوا بش يعلموا الأباء في النصبخ هذه خاصة الأباء الأباء اللي رأينا نشوف والله يوديوتا حمام يبعثوه منا كل يوم كل يوم يقول لي صديقي ميزو اليوم شوف الوجبال يدرتها يشوف الزوجة تأي وجبال هذا شارف عظيم والله أنا شيء جميل حتى الأباء دائما في تواصل معكم أكيد أكيد قلت لك خاصة الأباء يتواصل معنا الخاص يبعثو صور يقول لي صديقي ميزو شو اليوم وشان ينخدم عوليدي شوف اليوم كيف شراني شوف كيف راني صور والله العظيم صور رائعة رائعة خاصة للأباء أنك تشوف في جو عائلي الأب قاعد راقد هكذا يلعب مع أوليد ويرسم مع أوليد خاصة كنت نصحتهم أنهم يعلموا أولادهم ألعاب زمان تربوية تثقيفية أحسن من الألعاب التي كانت ألعاب الإلكترونية التي تبعد شوية الطفل عن التربية الحقيقية والحمد لله كنا اطلاقنا صدق كبير وإعجاب كبير وإقبال كبير من الأولياء هذا هو الأمر الذي يحفز سديقوميزو على المباشر يحفزني بزاف باش نزيد ندير ونزيد النوع ونطور في الموهبات والحمد لله نشكرهم كلهم الأولياء لهم يشوف في المباشر يقولهم يقولكم سديقوميزو نحبكم كبار وصغار وربي يحفزكم وربي ما يحرمني وربي ما يحرمكم كلكم من الفرحة إن شاء الله توعدهم أنه بعد إن شاء الله رفع الحجر الصحي ستبقى دائما في تواصل معهم ربما هذا النشاط الذي ركو ديروا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي ستتم مواصلته بنفس الوتيرة أم تتجه إلى المسرح أكيد 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 إحنا كثير من العائلات كانوا شفونا قبل الحجر الصحي شفونا عائل المباشر شفونا على المسرح كمونغولو أذهو الطلق أو حتى كنا نتنقلوا عبر المدارس منذ الرسالة أنا ولكن كثير من العائلات مثلا كان كثير من العائلات أو في ولاية أخرى يعرفوناش لكن في الحجر الصحي عبر شبكة التواصل الاجتماعي كثير من العائلات زيزة قربوا لنا وعرفونا عرفونا بزفزف ووعدونا أننا نبقا ونفس الكلمة اللي قلتها لي في أننا نبقا على هذا المينوال بعد كما قلو بعد الحجر الصحي وعدناهم أننا نبقا ولو نديروهم مرة في الأسبوع نديروهم ضعيفة حتى والحمد لله هنكونوا نتنقلوا عبر الولاية ونتنقلوا نديرو العور تقنا ولكن تبقى تبقى هذه لأنها فيها ميزة خاصة 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 لماذا كلهم سيشاركوا لما يقدرش يتمقل يشوف فرقة النجوم ميزة وابادي رح يشوفها في المنزل ومنحرمه من هذه الفرحة لأنها عندها ضوء خاصة طيب لو نقول لك فرقة نجوم بليدة قبل كورونا وبعد الكورونا فرقة النجوم للمصرح كانت تحشق كما قلوه في الوقت كورونا هذه واحدة وحاجة أخرى سمحي لي ضيفها خاصة 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 عن فرقة النجوم نيابة عن كل كل السكان ويلاي تبليدة نشكره كل الولايات اللي ساهمت وقفت ونظرت وجاهدت باش توقف مع ويلاي تبليدة نقول لكم والله العلي العظيم ويلاي تبليدة جزء منكم فاربي يحفظكم واربي جزيكم بكل خير إن شاء الله وأنا مني باقي الحاجة اللي نقدر ننبيها أني فرقة النجوم سديكم يزوا بادي يبقى والله العلي العظيم أنتم 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 يا ناس الخير وكل ولاية السبعة واربعين ولاية اللي بقات بكم انتوما زتوا غرستوا في قلبي حب المهنة هذه من حبها حب التمثيل حب المصرح حب ميزو أنا اسمي حمزة ولكن انتوما غرستوا في قلبي حب ميزو وحب أبطالكم ومن يتحبهم كثير وكثير بكم ومن خلالكم ديرو ما انتهى ان شاء الله بعد كورونا يكون الأفضل والأفضل والأفضل من عن فرقة النجوم ولكل جزائرين ان شاء الله اخترم الفرصة بما انك في البليد حمزة اليوم ما مدى تطبيق سكان مدينة الورود لتعليمات الحجر الصحي ربما الوضعية العامة لشوارع البليد وسكان ولاية البليد اليوم حقيقة ما نقول لك شاء الله الحجر الصحي 100% صراحة ولكن والله العليل العظيم ربما كما نقول تحسن كبير 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 ورأي النسبة ترتفع مش نسبة على الأضرار ولا على الوفيات بالعكس النسبة على الناس اللي تدخل للحجر الصحي رأي أحسن من اللي كانت معتها الناس الحمد لله رأي توعاة 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 بزاف خاصة خاصة حبيت كلمة على المغشز للناس اللي كانت تستهزى بزاف وتضحك بهذا الأمور خطر ما زالوا ناس ما هيش موعية توعية كاملة أنه يقول لك يضحك مزال يضحك على هذه كلمة كورونا يقول لك الموت وحدة وكذا ما يضحك أنا أقول بين قوسين في الوقت اللي الناس رأي تضحك كان الناس رأي تموت لازم علينا ونستهزى وشبال الأمر هذا ولازم ندير الحجر الصحي كما ينبغي باش إن شاء الله ننتهى لهم من هذا الوباء كورونا ويزع علينا كل الأمراض إن شاء الله خاصة الناس بلدة ناس بلدة أجمل أجمل ناس نحب بزاف بزاف في حياتي قلكم ربي شفيفكم وربي شفيف كل ممن ولي توفى لواحد وربي شهيد بإبن الله لأنه ما تمرضون إن شاء الله يكون من أهل الجنة بإبن الرحمن تحية خاصة لنا في بلدة من عند ابن ولاية بلدة صديقكم يزوء إلى كل جزائريين قلكم ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يعافينا من هذا الوباء إن شاء الله ومقاش قد اللي فات إن شاء الله إن شاء الله تبقى ولاية البوليدة ولاية ومدينة الورود كل أفرح الجزائريين تلقت من هناك من ملعب عضو ورئيس فرقة نجوم البليدة كنت معنا عبر تقنية تسكايب وعلى المباشر بالتوفيق في عاملكم وعلى وفي البسمة التي تصنعها دائما على وجوه الأطفال ألف شكر لك شكرا إذن مشاهدين نواصل أخبارنا قبل